السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن متى يظهر الحمل في البول بعد انغراس البويضة يبدأ هرمون الحمل بالظهور بعد ثلاثة أو أربعة أيام من انغراس البويضة الملقحة في الرحم وتقدر الإشارة في هذا السياق إلا أن هرمون الحمل يظهر في جميع اختبارات الحمل ففي حال ظهور هذا الهرمون في البول أو الدم فمن المؤكد أنك حامل لكن تقدر الإشارة إلى أنه بعد التبويض والتلقيح تحتاج البويضة الملقحة ما بين أربعة إلى خمسة أيام لتكتاز قناة فالوب نزولا باتجاه الراحم حيث ستنغرس وبعد عملية الانغراس والتي تتم في غضون تسعة أيام تقريبا من فترة التبويض لابد من انتظار حوالي الزبوع آخر للخضوع إلى فحص الحمل المنزلي لكي تحصولي على نتيجة أكيدة إن شاء الله إذن فعملية الانغراس تستغرق حوالي تسعة أيام بعد التبويض وأيضا أسبوع آخر لكي يظهر هرمون الحمل في الدم أو في البول وبالتالي فيكون المجموع حوالي ستتاشر يوم إذن فهرمون الحمل إن شاء الله يمكن اكتشافه بعد حوالي ستتاشر يوم من التبويض أو بعد حوالي أسبوع من الانغراس في الرحم لذلك فإن الموعد المفضل أو الأنسب لإجراء اختبار الحمل المنزلي هو بعد فوات موعد دوراتك الشهرية في حال كانت دوراتك منتظمة أما إذا كانت دوراتك غير منتظمة فانتظري أسبوعا بعد فوات موعد دوراتك المتوقع وقوم بإجراء اختبار الحمل المنزلي وإن شاء الله يعطي نتيجة إيجابية وسواء قمت بإجراء اختبار الحمل بعد فوات موعد دوراتك مباشرة أو بعد فواته بإسبوع فمن المفضل إجراءه في الصباح الباكر حيث يكون تركيز هرمون الحمل أعلى في البول في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت الأمر بلايك وكومنت وشارك الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة تنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر